7 من مايو الماضي هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح البري المبرر الذي قدمته أنها تريد إنهاء سيطرات حركة حماس عليه لكن المعبر منذ ذلك اليوم مغلق أمام حركة خروج ودخول المرضى والجرحى والمساعدات كذلك وكالة الأنروا بدورها أضافت أن عدد المصابين بالأمراض المعدية في ازدياد بقطاع غزة نتيجة نقص الرعاية الطبية في أول أيام إغلاق المعبر شنت إسرائيل عملية عسكرية عليه مانعة بذلك سفر 140 مريضا وجريحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية المرصد الأورو متوسطي وثق وفاة عشرات منهم بسبب منعهم من السفر مدير مستشفى أبو يوسف النجار قال للتلفزيون العربي إن 15 ألف مريض بحاجة إلى السفر لإجاء عمليات في الخارج أما المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فأكد أن عشرة ألاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت وبحاجة ماسة وطارئة للعلاج كما أن 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية وأن نحو 350 ألف مريض بأمراض مزمنة يواجهون الخطر بسبب منع إدخال الأدوية من جهتها أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه في كل ساعة تحتل فيها قوات الاحتلال معبر رفح فإنها تحكم على مزيد من الفلسطينيين بالمجاعة والحرماني من الرعاية الصحية